المشاهدين للحديث أكثر عن التطورات السياسية ينضم معنا مباشرة رئيس المركز العرقي لتنمية الدكتور عبنان السراج أهلا بك دكتور بداية لقاءات عديدة ومشاورات مكثفة لاختيار رئيس جديد للبرلمان يعني هناك اختلاف على شخصية المرشح للمنصب ما أسباب غياب التوافق حتى اللحظة نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولمشاهديك الكرام يعني غياب الرئيس مجلس النواب في هذه الفترة وبالذات في فترة تحتاج إلى أن يكون رئيس مجلس النواب يملأ هذا المكان حتى يمكن أن تمضي التوافقات السياسية اللي تم على أساس تشكيل مجلس النواب الرئيس من المكون السني ونائبين أحدهما من المكون الشيعي والآخر من المكون كردي فغياب المكون السني لرئاسة مجلس النواب يعني خلنا كبيرا في التوازنات السياسية التي اعتمدها البلد منذ 2003 إلى يوم كهذا هذا من جهة من جهة ثانية اليوم الخلافات السنية مع نسف الشديد تقدم تسعى بكل جهودها إلى أن تغطي على الجانب العام من السنة وتدعي أنها تمثل السنة بعنوان الأكثرية في عدد المقاعد لكن واقع الحال يقول بأن القوة السنية التي كانت مؤترفة حتى مع التقدم اليوم لديها تكتل جديد وتواصل بمعنى واضح مع القوة السياسية الأخرى سواء كانت كردية أو السنية من أجل الحصول على توافقات لكونوا مرشح من هذا التكتل الجديد لكن لدينا إشكالان في هذا الموضوع إشكال الأول يتعلق في قانون مجلس النواب اليوم عندما تكلم عن جلسة الأولى الجلسة الأولى المحكمة التحادية لحد هذه الدقيقة لن تلغيها فلذلك نحن نقول بأن العرض الأسماء يجب أن يكون العرض الأسماء الأولى التي قدمت في الجلسة الأولى أما في حالة إذا ألغى مجلس النواب الجلسة الأولى فبمعنى يسمح لباقية القوة السياسية السنية أن ترشح مرشحها وتبدأ عملية التصويت من جديد هذا من جهة من جهة ثانية التوافقات السنية لن تصل إلى نقطة اللاعودة يعني نقطة الاتفاق ولذلك نجد أن مسألة العودة إلى التوافقات السنية بالتأكيد سيأتي للقوة الشيائية والكردية إمكانية التوافق على المرشحة الجديدة رحب بك منامرة أخرى دكتور عدنان استكمالا لحديث جنابك الكريم المصادر تتحدث الآن عن نفس الأسماء التي طرحت في الجلسة الأولى تطرح الآن باستثناء لربما السيد شعلان الكريم إذا ما صحت هذه المصادر هل سنشهد السيد سالم العيساوي فعلا رئيسا للقرلمان العراقي نعم تحية لك طبعا أنا شاهدت فقط الأخت الزميلة تحية لك أيضا ولذلك أنا أقول اليوم المسألة تتعلق في الإشكالات التي أثيرت على السيد شعلان الكريم نعم شعلان الكريم لا يمكن أن يرتشح مرة ثانية لأنه ما أثير حوله هو السبب الرئيسي الذي جعل الجلسة تتأجل إلى إشعار آخر نعم أنا أعتقد اليوم إذا تم التوافق فأفضل ما يمكن أن يشغل هذا المنصب ولسا سانم وهذا متفق عليه حتى في الجلسة الأولى كان هناك نوع من التوافق حتى السني والشيعي على مثل هكذا مرشح بالتأكيد هي مسألة ليس مسألة أنه توقعات هي مسألة واقعية اليوم المحكمة التحادية إن لن تبت بعدم شرعية الجلسة الأولى فإن العقاد أي جلسة الآن تتم على الأسماء القديمة التي قدمت في المرة الأولى مع عدم وجود السيد شعران كريب لأن هناك إشكالات قانونية حوله نعم دكتور عدنان دعنا نذهب الآن إلى ملف ديالة وتعقيدات الحاصلة في اختيار المحافظ ونائبيه هناك مراقبون أكدوا واستبعدوا على حل المجلس لعدم وجود إرادة سياسية يعني هل هناك انفراجة قريبة برأيك في ملف ديالة؟ كنا نتوقع أن تكون انفراجة ديالة خلال هذه الأيام وخلال هذا اليوم على أقل تقدير مسألة الانتخابات أفرزت نوع من التوازن الغير برغوب يعني لدينا توازن في العدد تقريبا هناك فقط مكون واحد يمكن أن يكون له صوت واحد قد يغير المعادلة كذلك القوة الشيائية الآن هي ديها اعتراضات على اسم المرشحين يعني اليوم دوت القانون كان من المتفق أنه هي التي ترشح المحافظ لكن حدث خلافات حول مسألة اسم السيد والضاح التميني وأرضت أسماء أخرى وهكذا تبدأ الخلافات السياسية في تشخيص المحافظ وتشخيص النائب ومن يكون نائب لذلك أنا أتوقع الأمر بهذا الشكل يمكن أن يحل قريبا يعني ليس هناك خلافات يعني قل نقول عصية على مجلس محافظة ديالة يعني حلا لأنه التوازن موجود في العدد هذا الشيء من وكت لكن الاتفاق السياسي خلال الأيام ما أنا أتوقع خلال السبوء القادم أو بداية شهر رمضان أو السبوء أو بشهر رمضان يمكن الاتفاق على مرشح تسوية يمكن تبريره في محافظة ديالة ويشكل مجلس المحافظة والمحافظة طيب دكتور عدنان يعني في حال استمرار الخلافات أكثر في ديالة هل من الممكن أن يسمي سيد محمد الشاعر السوداني محافظ جديد بنفسه وينهي هذه الخلافات الحاصلة أم أن الأمر سيبقى متروك لأتفاهمات بين الأطراف ليس من حق رئيس الوزراء أن يتخذ هكذا مواقف حسب القانون الدستور لكن المسألة المدة القانونية يمكن لأي شخص أن يقدم اعتراض على المحكمة الاتحادية التي تنسب المحكمة الاتحادية لأطراف السياسية أو الأطراف الفائزة أن تعقد جلستها ويمكن أن ينتخبون المحافظة أو رئيس مجلس المحافظة لكن أنا أقول اليوم المسألة لا يمكن أن يوصول إلى هذه المرحلة مرحلة المحكمة التحادية أو مرحلة تدخل رئيس الحكومة ولكن أتصور اليوم هي التوافقات توقفت على أسماء وليس على البرنامج يعني اليوم نتكلم عن برنامج واتفاق بين القوى السياسية موجود لكن خلافات على أسماء وهذه أعتقد أسهل مما كانت سابقا هي خلافات على المناصب نعم رئيس المركز العراقي للتنمية دكتور عدنان السراج شكرا جزيلا لانضمامك معنا شكرا جزيلا لانضمامك معنا